طيب منوارنا يا دكتور ياسر منوارنا يا دكتور محمد ربنا عشان نوار بيكي وبكل السادة الحضور يعني ربنا يكرمك طيب احنا very excited about الويبنار النهارده لأن الديسكوشن انا نفسي شايف انها مهمة جدا هي اسئلة عند ناس كتير قوي ناس كتير في الليدر ودور الليدر وكوفيد اثباتت حاكتين ان الليدر اللي مش عارف يتعامل فما بيدخدش الدسجن بتاعه في الوقت الصحة فالأورجنيزيشن بتدفع تمن غيري نفس الوقت برضو الدجيتاليزيشن بقى جزء من حياتنا كلنا وبقت الناس بتفكر بشكل مختلف فإتس قائت انترسي يعني ان احنا ناخد الدسكوشن دي النهارده معاكو ومبدايين فور اكسبتن انكم تشير معانا انكم تشير معانا ماذا تفعلون طبعا هو دكتور ياسر اخ عزيز من زماني يعني اخوة صديق معانا في الجورني ونتشرف بدكتور محمد معانا النهارده في البداية كده احنا بنحب نرحب بكل الالي معانا من مصر ومن اي حتة يعني في الدول العربية باستيقلي بقت في حاجة مؤخرة اسمها امبلوي والنس بنا بنتكلم عن اليدرشيب اكتر طول عمرنا بنتكلم عن اليدرشيب من قام الفراعنا واحنا بنتكلم عن اليدرز والماليكرو مسيس عملية وحكم مصر لثمانين سنة اليدرز هب بين ذير في ان الامبلي والنس النهارده ما بقتش بس انت عندك بقى دا ايه بقى دا ايه بتبيع بايه بتعمل بايه انت بتقول لانا الامبليز بتاعتي دا الاسمبليز عندي جزء كبير من الاسمبليز والبيحصل اللي هو اليدرز بتوعي بيفكروا ازاي بيعملوا ايه what we can do how we can help او البيزنس انه هو ياخد القرار الصح في الوقت الصح برر الكمان بيت معانا حاجة اسمها امبلي والنس احنا وبنتكلم عنها لان الورجنيزيشنز كتيرة مهتمة بالامبولوييز بشكل بس مش ممسوك. مش عارفين نمسكو. بنحاول ايه اللي بيحصل. بتاع الورجنيزيشن حاجة مهمة. طول عمرنا عندنا انابلرز للكالتشر. بس ازاي الكالتشر دي بتتغير وزاي ايه الكالتشر ده حاجة عشان كده عملنا الويبنار النهاردة. اه الامبولويز والبروغرامز بتاعة الامبولويز والسافتي. بعد الكوفيد بقى كل الناس شايفة ان الامبولويز هي اللي انت لو مش عندك مش تدر تشتغل. يعني ممكن يكون عندك اقوى موضل في العالم. اقوى بروديكت. انت بانك عندك فاسيليتي. انت بصنا عندك ماشينز. عندك بس لو ما عندكش مش تدر تشتغل. فالكوفيد لفتت نظرنا كلنا ان احنا we have to work in a different way. المنتينج الهلس بتاعة الامبولويز. ازاي ياخدوا القرار. ازاي ياخدوا القرار. ازاي اتعرضوا الكزا تاست. اجراسف تاستنج ليهم في الفترة اللي فاتت. وخلطتهم يفكروا بشكل مختلف. وكلوا على الورجنيزيشن انها تكمل ازاي وتنجح ازاي وتكوب ازاي. وزاي ما احنا عارفين فيه ارجنيزيشنز عارفين تستفيد من مشكلة. وورجنيزيشنز لاسف آآ عانت جامل. طب. ده العنوان بتاع الويبنار بتاعنا النهاردة الموفان. آآ الويبنار ليه? احنا في الورجنيزيشنز بتتكلم ان احنا بنموف. ازاي نسيق وازاي نمودل وازاي نادابت مع الشينج. كنا بنتكلم اوبراشنال اكسلنز. بقنا نتكلم دلوقتي ريزيلينز. ريزيلينز ده بالظبط احنا بتشبهه بالاستك اللي ما بتشده ويرجع تاني. الورجنيزيشنز تري تشدت وتشدت جامل. وكان تستر ريزيلينز. للاسف بعض الورجنيزيشنز انتقضعت. في متين وخمسين الف شركة في تشاينا السنة دي في الربع الاول. خمسة وعشرين الف شركة في امريكا. وشركات كتيرة عانت ومعرفتش تقوم في حوالين العالم. طيب. جزء مهم جدا منها ان انا ازايا سنس وادابت وبقى اجايل. جزء كور من كل اللي هيحسن بقى الدستيجن ميكي. واللي بياخدوا الدستيجن هم الليدرز. فعندنا جزء مهم تتكلم عنه لو انا عايزة بقى ريزيلينز لازم اتكلم عن الليدرز بتوعي والكالشر بتاعتي واتخاذ القرار. عندنا دايما انديكيتور لما نشتغل معاي شركة بنسزم عن حاجة اسمها تريبل اي. بنشوفهم هاو اجايل زي ار. ان سنسنج الشينج. هاو ادابتل بل زي ار. ان ادابتن تشينج. وهو الان زي ار انتو الايمنت مع الشينج. برضو السؤال وزابوت ليدرز. فعشان كده النهارده خصصنا الويبنار بتاعنا السابوت ليدرشيب. فا اه بحب ان انا راحة بالنهارده بالتو سبيكرز اللي معينا. موفون يا ايمان. فنبتدي اه كده دكتور اه ياسر عرف نفسك للأودينس من فضلك. سلام عليكم جميع الاول انا اسمي ياسر المطراوي. ريال شرف طبعا اشكرك كالمهندسة شيرين على الدعوة الكريمة وعلى الفري العمل كله. واشكر الضيوخ اللي معانا وارجو ان الوقت يكون مفيد. انا بشتغل في مجال الـ change management و الـ sustainable development بقالي فترة. قبلها اشتغلت فترة طويلة كـ executive في عدد من الشركات في مصر وبرا مصر على ليفلز مختلفة. اخر حاجة اشتغلت اشتغلت الـ managing director الاكتر من شركة هنا في مصر ومع شركات كبيرة منها مثلا شركة الـ Al-Asita del Capital واحدة من الشركات اشتغلت فيها وغيرها من الشركات. وكان دايما دوري مرتبط دي خضية change and institutionalization of companies. او يعني تحويل الشركات من family owned and managed business الى شركات تدار بشكل professional. وكانت ليا شوية التجارب. يعني هنتناقش فيها واحنا ماشيين. لكن اكرر شكري لحضراتكم مرة تانية. وبطوعا معنا مكتور محمد الناهر. طيب دكتور محمد تعرف نفسك قبل ما نبتدي. انا محمد ماهر انا كو فاوندر لشركة ايونوية. الحقيقة في ايونوية انا معي بارتنر انا روسينجان. احنا بنشتغل ميملي على leadership towards sustainability. وهنتكلم عن المعاني والdefinitions بعد شوية. بس اه احنا حابنا نعمل زي break through وناخد الناس لليفل تاني. ينفع ان هو يتجاوب على dramatic changes اللي بتحصل حوالينا. اه وان شاء الله نشير حاجات كوية. ارجو ان احنا نكون بنظيف. نوسع المفاهيم شوية وبنفتح مشاركة اكتر. وهي حاجة ينفع تتطور. يعني حتى اللي هنقوله ده انا ممكن نعتبر ان هو foundation ممكن يتبيني فوي حاجات الجديدة. خلي الناس تفكر بطريقة مختلفة. اهلا بك يا دكتور. اهلا. دكتور ياسر can you start sharing your screen? شور. اه عايز اقول برضو الاول ان يعني الجزء بتاع sustainable development هو اللي خلانا احنا وياسر نشتغل مع بعض في ان احنا ازاي نبني sustainable companies او نعمل sustainable development ونوصل بيه للكلمة اللي حضرتك اللي هي resilience. لان الكلمة دي من اهم الكلمات هنتكلم عنها مع شوية برضو معنا حقيقة. الحقيقة من ساعتنا فتحنا الموضوع اللي احنا نعمل ويبناء ده وانا يعني ان احنا نتناقش وانا عارف ان احنا عندنا time limitation فانا يعني احاول امشي بسرعة جدا عشان تركزنا النهاردة اكتر على الجزء الخاص بالقيادة او leadership والculture. فانا حاول ادي ال space اكتر لماهر. هوافر اي اسألة تيجي في دهنا حضراتكو احنا ممكن ايه ايما ناخدها على التشات واني جواب عليها او لو حاجة يعني urgent او يمكن نقف واندردش فيها. طبعا احنا سمعنا كتير جدا عنوان ال new norm بشكل متكرر للفترة اللي فاتت. طبعا فيه ما وراء احداث covid-19. والحياة كل مرة بيحصل فيها منقشة جوا موضوع ال new norm ده. انا باعتبر اني بتعلم حاجة جديدة لانه it's a fact ان كل حاجة بتتغير. بتتغير بسرعة غير طبعية. يعني ممكن اللي زي يقولوا كده اللي انبات فيه ما نصبحش فيه. فلازم ناخد بانا انه التغيير بقى اسرع. بقى more radical. وبقت التغييرات بتحصل بشكل يمكن ما نقدرش الحس قوي. فعشان كده يمكن المهندسة شيرين اه نورت اه شوية اه لمبات كده واحد ماشيين. اتكلمت على resilience. وتكلمت على continuous learning. وتكلمت على agility. فارجو ان احنا ناخد بالنا ان فيه اه اه كلمة مهمة قوي قالتها. وانا هاكد عليها مية مرة لانه ده هو الكور. هي قضية ال enablers. ايه هي ال enablers اللي احنا محتاجينها عشان ناخد بالنا من قضية التغيير. والتعامل مع قضية الايه التغيير. اه 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 انا قدمت نفسي بسرعة وده يبقى مع حضراتكو في البرزنتيشن. وشرفني نكون موجود مع حضراتكو هنا ك ايونويا ميدل ايستان افريكا. وان شاء الله باذن الله نطلع بفايدة كلنا من هذا الموضوع. اه اول نبدأ الحقيقة فيه كلمة قالها سوكراطس جميلة قوي. بحب بقى ده ما كتير. قال انه 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 السر فيه التغيير. انك تفوكس كل الانرجي. اه اه عشان نطلع باك. ما ترجعش تفايد في اللي فات. لكن ركز الانرجي بتاعك عشان تبني اللي جاي. تبني الجديد. اني هو. ويمكن اه اه كلنا اتحركنا بعد كوفيد اه اه بس هو الحقيقة انه التغييرات اللي حوالينا اكبر بكتير واهم بكتير. واحد منهم مهم لكنه يمكن ما يكونش الاهم. هو السؤال لو احنا عندنا يعني ايه تغيير. هل التغيير ده كله حاجة واحدة. ولا لو انواع. وازاي بنعرف نفرقهم من بعض. طبعا التغيير ده اه هو سنة الحياة. وهو الثابت الوحيد في الدنيا. ويمكن بعض اه حضراتكو اه شايف قدامنا مجموعة من المتغيرات. بعضها الواضح جدا. لو قدرنا نقول انه فيه تغييرات كلنا متعودين عليها. لو قدرنا نسميها اه من اشكال مختلفة. تلاقي فيه تغيير بيحصل في قصول السنة. ليل والنهار. لكن على مستوى الشركات هتلاقي فيه عندك تغييرات اه طبيعية زي بيقول عليها. عندنا كل سنة المرتبات بيحصل عليها دبيت ودسكاشن يا بتزيد يا بتقل. فيه مدير جديد جهد. فيه آآ منافس جديد دخل السوق. آآ فيه عندنا آآ آآ يمكن السعر بتاع العملة تغير. كل دي تغييرات ومتغيرات بنتقدر نشوفها حتى الشركات نفسها. لو حضراتكو تتفقوا معايا. بيحصل فيها تغيرات بمرور الوقت. بتلاقي الشركة زي آآ انا جاي بصورة هنا للآآ للآآ هتلاقي انه مراحل كده. لو بسطة عليها هتلاقي شبه مراحل التغيير بيضور 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 بيها اي حد في ايه تشارك. الانتروداكشن وبعدين بداية جروس وبعدين حصل اللينا آآ آآ بعد الجروس بنقف شوية على مستوى معين. and then we come back. ازا ملحقناش نعمل آآ تانية. المهم انه كلها انواع مانواع التغييرات على قدر وضحها. على قدر ما نقدر نتعامل معاها. وعلى قدر مجموعة من الاساليب اللي بنقدر نحكم بيها على التغيير ونتعامل معاها. تلاقي جنبها في صورة تانية بتقول لحضراتك حاجة اسمها sustainable development goals. ايه sustainable development goals دي? واحنا سمعين عنها كلنا سمعين عنها ولا لا. ده واحد من المتغيرات الخارجية الجديدة العالم كله بيتجه نحو حاجة اسمها sustainable development goals او sustainable development ودي خطة لتطوير العالم عشرين تلاتين. لها شوية اهداف كلنا هنتأثر بيها ولو ما لو ما حسناش بيها النهاردة هنحس بيها بكرة. وسيمبلي بتتكلم على انه اي بيزنس في الدنيا او اي عالم في الدنيا لازم يقبله من التنمية على محاور تلاتة على المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور البيئي. وبالتالي لازم ناخد بالنا ان فيه متغيرات تانية. الكوفيد مانجين مش بس هو المتغير الوحيد. بعدها هتلاقي حاجة مش واضحة اوي. فيه حاجات يمكن مش واضحة اوي زي موضوع الفايف جي. ندخلين على نقلة جديدة في الكميونيكيشن والاتصالات والتكنولوجي مرتبطة بي الفايف جي او الفيت جينيريشن. يا ترى ده هيعمل معانا ايه وهيأثر عينا ازاي? هل هو مرتبط بس بالموبايل نتورك؟ ولا مرتبط بحاجات تانية؟ ولا هيأثر على حاجات تانية؟ بالاضافة الى تأثيرات اخرى مش بينانا خالص ضلمة. مش نبص على طول ونقول فيه عندنا شوية حاجات نعرف نيز بها ونتابع التغيير ده. ايه? هادي التغيير ده نقدر نتوقعه. هل هو وقت معين? هل هو فريكوانسي? هل احنا عندنا نولدج او معرفة اه كتير عنه او قليل? وبالتالي نقدر نعمل له كنترول او نقدر نمانيج التغيير ده ونشارك ليه بشكل او باخر? ويا ترى هو الامباكت اللي هيجي ده شكله ايه? احد الاساليب اللي نقدر نستخدمها واحنا بنتكلم على ال change ونحنا نبص على criteria ونوصف التغيير ده بغاية فين? intense ولا شكله ايه? لكن الحقيقة اهم حاجة عندنا ان احنا نعرف الامباكت في الاخر ازاي? وهنقدر نعمل له كنترول ازاي? وبالتالي لما نبص جده هنلاقي قادي انواع من التغيير مختلفة الحقيقة قدنا بعدنا ايه معاناها تفاصيل اكتر بعدنا لأه المهم ان احنا نبقى عارفين احنا بنتكلم على التغيير من any perspective وده في غاية الاهمية كل دي تغييرات اللي قدامنا دي متغيرات كل دي تغييرات بتحصل بس الغاية فين انا بتعامل معها وبتعامل معها صح والغلط وازاي? على سبيل المثال لو بصينا هنا على التغيير ممكن نبص عليه ونقشو يعني نقدر نحط criteria ونتفرج هل التغييرات اللي قلنا عليها تغييرات نمطية او طبيعية خضية ال predictability عاملة ازاي? the high time معروف ان انا هغير المرتبات او الاستانة او هيحصل عندي كذا في التوقيت الفلاني او كل quarter بعمل assessment ال frequency دي منتظمة ال control او ادارتي الموضوع عالي عندي كنترول عالي اقضاء رجال في ادارته بشكل او باخر والمعلومات اللي عندي يعني متوسطة الى كبيرة لان انا ممكن اكون عارف اللي هيحصل ايه او اللي بتعمل بتعمل ازاي لكن مش عارف قوي التوقعات اللي هتحصل بعد كده طب ال impact بتاعي او risk ايه moderate لو بصرت على حاجة تانية زي خضية ال sustainable development هلاقي الارقام او القياس بيختلف وبالتالي لازم كل حاجة من دي كلها طريق التعامل مختلفة وطريق التعامل مختلفة دي مهما تغييرت الاساليب والنظم هيبقى دائما حاجتين اساسيتين لا نختلف عليها القيادة ال leadership بتاعتنا والقلشر اللي احنا شغالين جواهه لو ما خبناش بالنا من ده هلاقي نفسينا tourna first مئة الف نموزج مئة الف system مئة الف tool لكن في النهاية مين اللي هيطبق الطول مين اللي هيطبق الطول صح مين اللي هيطبق الميكانيزم ده صح مين اللي هيطبق الاسلوب ده صح كلها بتختلف على حسب القيادة وثقافة المنظمة عشان كده لازم ناخد بقى انه قضية ال people وال human capital بشكل عام والculture هم دول من الفلرز الرئيسي اللي احنا لازم ناخد بنا عليهم وننكز عليهم جدا في كل وقت سواء كنا في وقت crisis او في وقت تغيير او في وقت اللي بنسميه الوقت ايه الطبيعي وان كنت اظن ان ده مبقاش اني مور اوش هتلاقي عندنا التغيير ووضوحه وخطورته وخطورة التأثير بتاعه انا بمثلها بالمثلث اللي قدام حضرتك ده كل ما كانت البيانات عندي زي ما قلنا هنا في ده واضحة وعالية ومفهومة ولا اخره كل ما بقيت عندك التعامل شكله اوضح خلص التغيير بين قدامي طمام التغيير بين قدامي وبين كل ابعاده التعامل بتاعي معاه هيبقى اوضح بشكل اوضح طب هل انا عندي ده نفس درجة الوضوح في التعامل مع هدافة المية المستدامة لا طب هل عندي نفس درجة الوضوح مع ال 5G لا طب هل عندي نفس درجة الوضوح بقى مع كورونا ابسوليوتي لا وبالتالي ناخد بالنا تماما انه يا جماعة القضية محتاجة مننا دايما تطوير مستمر عشان اللي قالت عليه من شوية مهندسة شيرين قضية الايه الريزيلينس لانه طبعا احنا في الاخر هدافنا ان احنا نعمل ايه يناخد من التغيير ده اكبر حاجة ايجابية في الدنيا او على الاقل نتلافق negative impact او to minimize the negative impact احد الاشياء التانية اللي نستخدمها في التعامل مع التغيير ان احنا نشوف التغيير ده على محورين مهمين ايه المحورين دول نحنا نشوف هو انا عندي التغيير ده تغيير جوهري كوري يعني ولا تغيير هامشي حاجة هامشية والمحور التاني بشوف هو ده تغيير تدريجي سنة سنة كده ولا تغيير radical accordingly بيظهر عندي درجة الخطورة risk وكمان قضية disturbance او اللخبطة اللي بتحصل جوه الorganization accordingly لازم تكون عندي القيادة التي تسمح والثقافة التي تسمح مع التعامل مع مثل هذه النوعية من التغييرات على سبيل المثال لو عملنا تغيير غير جوهري يعني تغيير كده تدريجي وفي نفس الوقت في القضية الهامشية بتاعت الشركة على حرف الشركة كده غيرنا دهانات الشركة ركبنا جوه الشركة تكيفية تشلنا من الشركة معرفش ايه غيرنا مكان المخزن واللي دي تعتبر تغييرات في بعض الاحيان لانه بعض الاحيان المخزن ده core من الكورز باعت البزنس ممكن ده يعمل الدستوربنس قليل وبالتالي الريسك قليل لكن لو انا بقى غيرت وروحت على ان انا شوف تغيير في الكور ان انا بعمل تغيير تدريجي لكنه في الكور هتلاقي التغيير عامل ازاي اصاره ايه اه بقى التأثير في الدستوربنس مدرت متوسط والريسك كمان مدرت هقدر استحمله ولا لا مين هيقرر ده طب لو رحت بقى للنحية الاصعب وهي ان انا بعمل تغيير سريع جزري جوهري على سبيل المثال احنا النهاردة فرض علينا قضية الديجيطاليزيشن والديجيطال ترانسفورميشن باقاع سريع جدا في اغلب الكور فونكشنز عند الناس في فترة اللوك داون بتاعتنا دي كل الناس بتشتغل في البيت هتعمل ايه بقى هتتصرف ازاي هتحلها ازاي فلازم تبقى عارف تستعامل مع نوع انواع التغييرات شكله ايه اجان مهما كانت التولز ومهما كانت الادوات التي تشتغل بيها والكونسيبت لازم اثان نفسك بترجع دائما ابدا ليه الانابلرز الرئيسيين وهما البيبل والكونسيبت ازا احنا عندنا هدف دائم هو تقليل المخاطر وزيادة المكاسب ايه الامكان لو عندنا هذه الايه القضية لو نقدر نعمل دا اي تغيير في الدنيا جماعة بيحصل جوا اي ارجونيزيشن بالوقتي بينا نسمينيه يونور وراها لستة اسئلة بيطلع عندنا الاول كيوس ممكن يوصل لكيوس وممكن يبقى عندنا شوية لخبطة كذا ديس اوردور وشوية متراخضات بتحصل عندنا وفي الاخر بيحصل انسيكوريتي عدم امان ما هو محدش يقول لي ان الفترة اللي باتت دي الناس ما حسيتش بلخبطة وعدم امان اكيد حسيت وبعدين يطلع وراي شوية اسئلة اساسية ايه اللي هيعمله وعمله ازاي ومين هيعمله وعلامات الاستفهام تزيد طب ده اثره عندي على البيزنس بتاعي اللي انا شغال فيه الروننج بيزنس اثره علي ايه وتأثيره على الليدرشيب ايه وتأثير الليدرشيب عليه وتأثيره على الثقافة وتأثير الثقافة عليه ايه ده امر مستمر بيحصل دائم الحدوث ومستمر باستمرار في يوم يظهر لنا طول الطول دي تقول لي ايه تعالى نعملك حاجة اسمها الفوكاميتر شوف كل دي طول زي عملا تطلع اه ايه الفوكاميتر دي هيقول لك والله انت بتتعامل مع كومبليكستي يعني عندك نولدج عالية او نولدج قليلة عن الموضوع ويه بريدكتابيلتي عالية فبالتالي هتشوف تقدر تعمل ايه في الكمبليكستي دي بيقول لك طب حاول تجيب نولدج اكتر وحاول تاخد اجراء بالشكل مين اللي هيقرر ده لا ده انا عندي موقف اصعب ده انا بشتعامل مع كوفيد ناينتين اللي هو انا مش عارف هو ايه ومش عارف تأسيراته ايه ومش عارف عالجه ازاي اه يعني ما عنديش نولدج وما عنديش بريدكشنز يبقى انت بتتعامل مع امبيجيو السيتيواشن هاي زادت النولدج شوية بعد شوية وقت لكن ويديو نوت تريدكت ويكان نوت تريدكت فبقى انبقى انسيرتن بقت عندي النهارده كمية معلومات زيادة وكمية تفاصيل زيادة وعمال يقول لك الفاكسين ده طلع والفاكسين ده كويس والفاكسين ده وحش الله this is core of leadership اللي يحركني هنا اللي يحركني هنا الكالشر بتاعي هل الكالشر بتاعي ده يسمح بده هل الكالشر بتاعي يسمح انه يقبل ان انا نهارده كليدر اقول هنعمل الاجراء ده ولو طلع غلط ارجع خطوطين واروح في سكة تانية ولو طلع غلط اصلح تاني اتسويك بقول يا جماعة اللي حصل من كوفيد 19 لنا اتسويك بقول عشان نرجع الفاكس مرة تانية الى الاتجاه السليم الاتجاه الى القيادة بشكل مختلف وبناء الثقافة بشكل مختلف وإلا هنبقى كل يوم التاني بيقابلنا مصيبة ومش عارفين نتعامل معها فاتسباو التعيم ان احنا نرجع نصحح لايه المصار طب نصحح المصار في اتجاه ايه في اتجاه الساستينابيلتي ليه اتجاه الساستينابيلتي لينه الساستينابيلتي هي علم بيتكلم على ايه بقى بتكلم على فهم وإدارة والاستجابة الى ايه الى قوة مختلفة لها اتجاهات مختلفة زي ما بنشوف كده لكنها فين بقى بتشكل معايا بتشكل معايا الواقع الواقع اللي أنا فيه دي الاستدامة اللي مش عايز ياخد باله من دي فهو مشكلة في مشكلة لازم نحلها لازم يبقى عندي النهاردة الفكر بتاعي رايح في اتجاه الاستدامة عشان اعرف اتعامل وادير اللي بيجرى حوالي بشكل ايه يوديني في الاخر الى ريالتي يا حقيقي ريالتي اتعامل معاها وقدر اطلع منها الاستدامة اللي احنا عايزان عشان كده لازم ناخد بالنا انه الستستينابل ديفلوب بتقول لي ايه انت بتتحرك اه والدنيا بتتحرك اه بس لازم تاخد بالك من الار او اي ار او اي في انا اتجاه في الاختصاد بس قالك لا في ثلاث اتجاهات في الاتجاه الاقتصادي والمجتمعي والبيئي عشان كده دي افكار لازم تتحط جوه رؤوس القيادة وجوه الثقافة بتاعتنا عشان لما نيجي نتحرك نبقى عارفين ان احنا راحين في هذا الاتجاه اللي يحقق الار او اي ويحقق الساستينابليتي ويخلي البزنس بتاعي كونتينيوس ويكمل معي احد الموديلز المختلفة فيه موديلز كتير جدا لكن خلينا اطرح مثال واحد بس عشان نشوف صورة كاملة مع بعض لو انا النهاردة عندي بزنس بيشتغل والبزنس ده لهو تلات ابعاد من وجهة نظرنا بزنس شغال هنجيش باي شكل مشكال نتفع عليها وليدرشان عشان النهاردة اشوف الموقف اللي انا واقف فيه محتاج اعمل اناليسيز مزبوط اعمل اناليسيز مزبوط وبعدين اشوف انا هعمل ايه الاناليسيز ده مقسمينه الى خمس حتة منهم جزئين هيكلمنا عليهم ناهر بعد شوية وجزء رئيسي كلنا بنبص عليها عشان كده سبته وهو الفينانشل الناس كلها ساعات بتبص على الفينانشل ده ويبص على البوتوم لاين وخلاص والحقيقة ان ده مش كافي اظنه بالتجربة ثبت عدم كفاية ان احنا نتفرج على البوتوم لاين يعني الربحية بتاعتنا نقطة طيب انا محتاج اعمل اناليسيز ده ليه عشان يطلع عندي جاب اناليسيز واضح الجاب اناليسيز ده يقول لي انت تروح فيه وتعمل ايه وتحل مشاكلك ازاي عشان عشان اقدر ابني بعد كده الستراتيجيك فريمورك اللي اشتغل عليه ويه الامبليمنتيشن بلان طب عشان تحقق لي ايه بقى يا سيدي عشان تحقق لي الستينابل ليدرشيب قبل ما اتحققني الستينابل بيزنس لان الستينابل ليدرشيب دي هي اللي اتحقق لي الستينابل بيزنس هي اللي اتتعامل معكود للمعطيات دي هي اللي تبني لي الهومن كابتل صح عشان اقدر اتعامل مع البيزنس عشان يبقى سستينابل وهي اللي تبني الكولشر لو اتفقنا جدلا انه الـ culture بتاعتنا المخروط تبقى agile فديه اللي تقدر تبنيلي agility ايه culture هل تكافي الحقيقة لا ليه بقى ان احنا برضو لازم ناخد بالنا ان فيها عندنا في enablers line كده مهم جدا لازم ناخد بالنا منه ايه enablers دول احنا بنتكلم على at least 4 enablers لازم ناخد بالنا منه اي حاجة بنتكلم عليها النهاردة لازم تكون مبنية على human capital يعني leadership اه وكمان الـ culture ليه الـ culture ما هو الـ culture ده اللي هيخليك تقول هقدر الـ respond واشتغل وعمل وحط النهار بتاعتي وحافظ عليها وحافظ على identity بتاعتي ازاي عشان لما اجت عمل مع change اعرف اطلاع منه ان انا عايزه وبينهما الـ communication لو ما عنديش الـ communication quality دي كل الشغل بتاعي باز وده لازم كله يبقى مبني على الـ data ما يبقاش مبني على التخمين ومبني على الخبرات السابقة بس هنحترمها لكن نهارده بنتكلم على مجتمع مبني على التكنولوجي مبني على الـ data والـ data كلها بقى الـ connectivity عالية جداً وكم الـ data بقى موجود كبير جداً جداً فلو ما قدرناش ندرس ده ونشوف هنتعب زي ما ظاهرت بدأت تظهر عندنا وظائف جديدة زي الناس اللي بتتكلم على مثلاً في الماركتنج زمان كان نتكلم على ان يدرس الماركتنج ازاي طب النهاردة الـ data بيدرسها ازاي ففي وظائف مخصوصة لدراسة الـ data الله علي معلومات أغردني عليها فرار لو بصينا على ده هنلاقي الخمس اجزاء اللي بتتكلم عليهم مهمين جداً احد الامثلة احنا مصررين دايماً انه يجي نمرة واحد ونمرة اتنين ومعاها وانا مش عايزة احرق الموضوع لانه مهر يتكلم عليه بالتفصيل ثان اختار الطول اللي تعجبك عايز تدرس بقى تشوف الصوات ويقولك الدنيا فيها ايه لكن ما تعملوش لوحده عشان نرجع نقول data تاني لازم تاخد معاها حاجة زي عشان تقوانتفاي كل حاجة ما تبقاش العملية متسابة كده للهواء وتبقى عشان كده لازم ناخد بنا من خضية مهمة جداً وهي خضية سواء كانت على مستوى او على مستوى او على مستوى ده نفس الشكل بس محطوط بالعربي عشان الناس تبقى قدر تبص عليه بالسهولة وبنركز دايماً ابداً على ان احنا لازم نمشي في سيستم واحنا بنتحرك والسيستم ده هو اللي هوصلنا في النهاية الى الغاية المهمة بتاعتنا وحطين جنبها قدامنا هي الممكنات اللي هنقدر نشتغل عليها اللي قلناها من شوية عشان نوصل للقيادة المستدامة واستدامة الايه الاعمال الارباعة دول الاساسيين جداً جداً في اي حالة من الحالات بتاعتك طب تمام يا دكتور وكده حالتك ما بتتكلمنا على المدر وبتكلمنا على الاساسمنت ده اساسمنت بيتم على مستوى ادارات ولا على مستوى شركة كاملة ولا على مستوى مؤسسة بيتم على نفس على الثلاث مستوىات اللي حكي قلت عليهم بيتم على مستوى المؤسسة على مستوى ديبورتمينت على مستوى اي مستوى جوه الشركة نقدر نعمله ان شاء الله حتى نشتغل على الهوريزونتال تيمز انت عاكد ساعات بتعملي تيمز ساعات تقدري تعملي ده عليها بشكل او ايه او باخر وده تحليل للفجوة للمؤسسة كلها على بعض من يعني من حاجات مختلفة ولا بس بيبص على leadership and culture طبعا احنا هنا النهاردة بنحاول نركز اكتر على leadership and culture لكن احنا طبعا نقدر نقدر ناتكلم على كل بس انا مش عايز نخرج برا الاطار اللي حكي والتي هلنا على القيادة وال culture ويمكن نقدر نعمل ده في مرة تانية بالتفصيل لكن اللي احنا جابينه النهاردة ونتكلم عليه بالتفصيل هو القيادة leadership ويهي ال culture في التجاهة sustainable ability وده اللي هيكلمنا عليه حبيتها لخص بس الموقوع بشكل سريع عشان الوقت وعشان اقدرت دي مساحة اكبر لماهر والحقيقة انا يعني ارحب باسئلة حضراتكم لو في اي اسئلة بعد العرض السريع ده واسيب الفلور اللي ناهر عشان يكلمنا على السستينة بالليدرشيب assessment culture سوري السستينة بالليدرشيب assessment والستستيستيكال culture assessment which is الحقيقة it's a breakthrough لانها concept مختلف والحقيقة نتائج مرعبة اسمحيلي في دي اقولك انه زي ما حكي عارف انا شغال من فترة طويلة بقضية the change management وكان بالنسبة لي التعامل مع اليدرشيب والculture في جوة المعادلة بتاعة the change عاملة زي السحر يعني كل شوية الواحد يفترض اشياء ويتعامل معاها ولكن يفاجأ بكمية عرقيل غير عادية الحقيقة بعد التجربة اللي بقى لها عدة سنوات وانا بشتغل بالassessment d بدأت قضية ادارة عملية التغيير تختلف بالنسبة لي جدا لانه فكيلي جزء من اللغز الحتة الظلمة اللي ما كنتش شايفها حطها في ايدي الحقيقة على طبق من فضة انه بيتشايف انا بتعامل مع انواع من الليدر شكلها ايه وانحنا بنا بتعاملش ما بنصنفش الناس وابتعامل معاهم بشكل يونيك وكمان الكالشر بتقول لي ايه فبدأت اشتغل وانا شايف الدنيا منوارها الاول مرة عشان كده بتطلنا نقول we see light at the end of the tunnel احنا we light the tunnel فبقيتماشي جوه دنيا منوارة بشكل مختلف انا يعني لو في حد عنده اسئلة تحت امر حضراتكم واسيب الميكروفون لماهر عشان يكلمنا اكتر على الاسيسمنت كطول نقدر نستخدمها ونشوف الفايدة الكبيرة اللي فيها شكرا شكرا يا دكتور شكرا على اشتغلتك على اشتغلتك طبعا وطبعا نحن نتكلم باللانجوج اللي بيتكلم فيها دكتور مهر انك ازاي حاجات صعبة معقدة جدا ويبقى عندك مجر يعني ازاي تحول حاجة الى حاجة بالشكل ده وبالطريقة السهلة والاسموز دي فتفضل يا دكتور عرف الناس بنفسك الاول مش بس سهلة مش بس سهلة كمان يا باش مضيس الشيرين ده مرعبة الحي طبعا فتفضل يا دكتور الاول شكرا على الاستضافة دي انا محمد ماهر انا بتكلم من شركة في ستوكولم احنا الحقيقة بارتنرز في موضوع الليدرشيب تورد الساستنابلتي وكلمة ساستنابلتي معناها ايه معناها ان انا بوصل او الابتمام او النتيجة ان انا اشتغل على ساستنابل ديفلوكمنت عشان نبقى بنوضح المعاني لان هي اخطر حاجة في الموضوع ان انا بوصل لمرحلة الريزيليينس وريزيليينس معناها قدرة على التطور لما اوصل لمرحلة الريزيليينس واننا عندي قدرة على التطور والتواكب مع المتغيرات هو ده كده الساستنابل ديفلوكمنت الحقيقة الموضل عمره اكتر من تقريبا 15 سنة اشتغلنا عليه وطورنا اناوز ملكي انا روسينجرين واحنا عملنا تقريبا يعني مقارنات مع كل الاساسمنت تولز اللي موجودة ووصلنا لان في حاجات كبيرة مش صغيرة في حاجات جسيمة هي لتمنعنا ان احنا نستخدم الاساسمنت تولز نستخدمها او بس بعد كم نشالها في الضرب هل ليها علاقة بالديفلوكمنت لأ طب البرتسبنس بيقبالوا النتائج برضو لأ يعني مفيش 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 فالمودل ببساطة بيتكلم على sustainable development هم نتكلم في leadership نتكلم في culture يعني ايه leadership ويعني ايه culture leadership هي القدرة على activating الناس قدرة ان انا بفعل الناس اللي معايا activation دي كلمة كبيرة مش صغيرة when we activate something معانا ان انا بحمله activation بحمله inclusion عندي capacity ان انا استوعب الافكار والمهارات والاحلام والمشاكل وكل حال ده معنا كلمة leadership من وجهة نظرنا we believe ان leaders هما اللي عندهم قدرة to activate others not to motivate not to give the solution they ask good questions they activate الجزء التاني اللي بنتكلم فيه اللي هو culture يعني ايه كلمة culture هو collective attitude او المفهوم بتاع الناس عن حاجة معينة في مكان معين انا بشتغل في شركة مثلا ايكيا في ستوكولم مفهوم الناس اللي بتشتغل في الشركة دي عن client عن product عن السوق عن COVID-19 ده اسمه culture المستوى الجماعي هي culture على المستوى الفردي هو attitude way of thinking اللي بيشكلها ادراك ومفهوم الشخصية عن حاجة معينة واضحة تقدر تشارك your presentation الى دكتور لو حابب هي مش shared ولا لا sorry that's okay احنا لست عند thank you عند دكتور ياسر it would be great يعني it would be generous of you بس اهم حاجة الموزة خدي بالك i think you need to stop sharing يا دكتور عشان دكتور مهري يقدر يشارك okay okay is it shared yes okay great طيب نرجع للموضوع بتاعنا هو ده الموديل اللي احنا بنتكلم فيه سواء على الانديفيديو الليبل او على الورجنيزيشن الليبل اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل الاناليسز للPerformance اي السبب بتاع الPerformance في الليبل ده اي ان كان الليبل ده كم في المية بنوصل الهو الbehavioral و daily life practices with decisions with choices و بنحلل الbehavior why we behave this way و why people in this organization behave this way للمotivational level كلمة motive معناها reason connected بالfeeling they feel fine towards حاجة معينة they feel bad towards حاجة معينة والfeeling درجات من 0% طيب ايه اللي بيفورم او بيشكل المتعبشن الليبل بالconceptual وده فيه unique understanding فيه مفهوم unique ده احنا نكلم على شخص فيش حاجة اسمها four types of people in fifteen years مفيش similarity بين اي نكتين شبه بعض كل واحد unique تماما حتى لو الbehavioral level شبه بعض مختلفة وما فهمنا مختلفة الorganizations نفس الفكرة مفيش two organizations عندهم نفس الشخصية لا فيه بروفايل باكيا في السعودية غير اكيا في السويد غير اكيا في مصر تلات شخصيات مختلفة تلاتة مختلفة الموديل بيتكلم او بش هتجدي بتفصيل شوية الconceptual level بيتدرج من blank area ما فيهاش definition لغاية ما بيوصل للclear definition هي اللي بيطلع منها المotivation سواء internal او external مشكلة المتحدة ممكن تبقى مفهوم واضح جدا بالنسباتي بس ممكن يبقى right وممكن يبقى الانternal والexternal motivation بيبقى by gain او by pain الجزء ده عالمستوى الشخصي هو attitude اللي احنا ما بنشوفوش من بعض او culture اللي احنا ما بنشوف هاش على مستوى الشركة ده اللي بيطلع منه الbehavior اللي هو عبارة عن mix بين what we want to do and what we should do الاخر بيطلع performance indicators أو KPIs سواء personally designed أو externally put الاربع levels دول هو اللي احنا بنعمل لهم الاناليسيز الحقيقة لو احنا ما بنعرفش نعمل assessment غير الbehavioral level we cannot develop more than behavioral skills والresearch بتقول ان احنا حتى لو even if we acquire the behavioral skills ده مش معنى ان انا هطبقها يعني لو عندي communication skills ده مش معنى ان انا I will communicate better مع my team لو انا اخدت احسن و معرفش ايه ده مش معنى ان انا هشتغل زي زي الشركة اللي طلعتها او اللي نجح بيها السر ايه سر منتهى البساطة مين عنده نظرة اشمال ومين عنده نظرة مش شاملة اوي فبتطلع له ل الاربع levels دول بيدو طبعا لان لو عندي حاجة في مفهومي وبقيت موتف وبقيت behavior وبعدين طلع منها performance هترجع تاني تعملي update لمفهومي عن الحاجة دي client مثلا I approach client معين وعندي expectation بقى positive feeling نحي دي ان انا حقق مع حاجة كبيرة على behavioral level you invested or you approach this client KPIs او performance indicators حسستك انه لا هم مش قوي كبه بيرجع يعملك update ويعدد مفهومك عن client ده احنا هنا دكتور if you allow me to ask برضو يعني احنا بنتكلم على leader كشخص ولا organization ولا كل leaders يعني model ده المين احنا بنتكلم هنا على حاجتين لو احنا بنتكلم individualي هو نفس الابروتش اللي بنتكلم بي على الابروتش او الشخص على المستوى الشخصي اي حد عايز performance الperformance ده من وصفاته easy to know but difficult to copy من فاش اتحقق الperformance زي اكيا او زي فولفو او زي توشيب العربي او زي معرفش مين لانه عنده behavior معين الbehavior easy to copy وeasy to train people on how to behave in a specific way or how to make a decision or how to be a good leader بس هو مش authentic مش هيتحقق نفس performance فاحنا بنقول ان الاربع levels دول بتعمل لهم analysis or assessment it's not evaluation they are already being evaluated اي حد بتعملوا evaluation من الموظفين بتوعه والمديرين والclient والfamily والfriends كلنا بنتقيم لكن هنا الاربع levels دول على مستوى الشخص بيطلعوا للشخص ده اداء وعمل ازاي الbehavior بتعوا فين الmonovation فين الconceptual level فين الconceptual level احنا بنقول ان في حاجة معينة احنا ما بنقول ان هي لازم تكون موجودة او مش موجودة احنا بنقول ان هي عاملة زي ما يكون areas مصبيف الفيلد يعني ما نقول مثلا الawareness بothers values others دول ممكن بclients ممكن بemployees الناس بداخد decision based على what is valuable مش logic على what is giving them positive feeling وبعدين نعمله justification على المستوى الشركة احنا بنعمل analysis نفسها باربعة levels وده اللي بيطلع الكلشر والجزء الظريف فيها ان احنا we can describe behavior بتاع الorganization without even visiting them الاربعة levels دول خدناهم وعملنا لهم reflection على تمانية تنسميهم capacity capacity to perceive the big picture capacity to internal motivation الuniqueness والpersonalization والauthentic character بيجمع الownership if you are the owner of your vision you're the owner of your values the owner of the big picture of understanding the big picture هو ده اللي هيديكي internal motivation لو مش موجود هيبقى substitute external motivation internal motivation هو اللي بيخلينا روح على assessing current reality لو احنا اتكلمنا على big picture زي strategic planning احنا اللي بنعملها احنا اللي بنfigure out the moral meanings احنا اللي بنحط mission احنا بنشكلها ونقول دوري كذا كل ما المission كانت يونيك كل ما كانش كل ما كنت مجهد من جري اسرع من ال competitors and sometimes it doesn't work internal motivation بيديني awareness بال current reality ما فيها ش feelings ولا values ولا ايها فيها concrete description بال current reality بال figures بال numbers بال opportunities بال threads من غير ما يكون اللي بالنسبة لي حل و اللي مش حل مش مهم الownership بتاع التلاتة دول هو اللي بيديني assertiveness assertiveness هي القدرة على ان انا تكون عندي رؤية واضحة الdirection بتاعي فانا عارف عايزة روح فين و awareness كافي بال current reality فعارف معدل السرعة بتاعتي او التقدم بتاعي ممكن اناش ازاي اش ما تديش decisions which is not applicable في current reality الحقيقة احنا في assertiveness بتحب بنسأل تلاتة questions او الناس دايما بتبقى المفروض الفروت بتاع الassertiveness انه هو سهل انه يجاوب على تلاتة questions عند اي choice او decision ولا لا حاجة التانية هالي هو flexible enough ل future development ولا هو decision خلاص حاجة التالتة بيجيب ارقو اي ولا لا اجاب على ريليت للbig picture وال current reality الassertiveness هو اللي بيخليني اوصل display character اللي هو اول حاجة الناس بتشوفها من بعض display character مع leaders وكلنا لما نفكر كده هنلاقي ان هي مش مهم يكون formal او casual او بيعرف انجلش او ما بيعرفش مش مهم يكون راسبي مش مهم يكون راجل مش مهم يكون سب لكن مهم وده اللي بيخلي عنده capacity to engage the right people ومعليها capacity لان الموضوع مش display behavior لان احنا بنعمل workshop وبنستدعي الناس وبنسألهم ايه رأيكم يعني there is no one is fool everybody knows if they are included or not فengaging people is a big issue لان احنا بندفع المرتبات دي عشان ناخد fruits من engagement and they have also expectations engaging the right people هو اللي بيودي على achieving results achieving results هي الpractical او الخطوة العملية بتاعة الawareness بالcurrent reality والplanning ودي اللي بيحصل فيها دايما contingencies setbacks وproblems troubles ومشعر في نعمل فيها ايه لو في ownership هو اللي بيخلينا نروح نحية الimagination والcreative thinking والinnovation والحاجات الزي وده بيرجع كان يعمل updating للبيج picture لما بنيجي نعمل assessment كل واحدة من التمانية capacities دول broken down لعشرة components او elements بيكون جديد هنا الحقيقة ان المية في المية is perfect ده perfection بس it's not a ceiling زي ما بيحصل بالظبط في الريد life لو انت too much نحية حاجة معينة اصبحت negative يعني مثلا لو انا عندي 100% self confidence ده ممتاز ده معناها انا عندي awareness بال skills بتاعتي وعرف استعملها فين وعندي awareness بالحاجات اللي ما بعرفش عملها فممكن عملها outsourcing او اسأل حد عليه لكن تخيل لو 150% او 160 I stop listening to people وماشي ومتخيل لانا انا عرف هعمل كده ما بعرفش النتيجة بتبقى لما بوصل بيرجع يعمل لي updating لمفاهيم which is usually too late يعني already حصل لما نكمل بعد الهودل ده 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 سامبل اللي بيطلع فاحنا عندنا الخط الاحمر التمية capacity موجودين حوالينا في spider chart زي هما متوزعين كده ومتوزعين بان هما بيعملوا balance فالمية في المية profile هو ده الperfect كل ما كان الشخص قريب من المية في المية كل ما كان عنده authentic leadership style يقدر ياكتيفيت الناس ويتجاوب مع المتغيرات ويوصل ال sustainable development كل ما كان في extreme في حتة معينة كل ما كان سبب وان في gaps مش موجودة زي مثلا هنا imagination and creativity 160% 160% نوع من انواع الهروب من الواقع عشان كده تلاقي achieving results عند الشخص ده 37% متوضعة قوي طب لما نرجع كده نلاقي perceiving the big picture 111 وبعدين نرجع ال internal motivation المفروض يوديني ال internal motivation 52% الله ولاقي اللي ده بيرفلكت ان perceiving the big picture is not personalized ده جاي من المجتمع او من الوسط او من الorganization اللي انا عايش فيها لكن مش connected بقى اي feeling بعد كده لما نيجي ده sample من البروفايل مفيش شخص كان شبه التاني في البروفايل بتاعه الفكرة العامة ان احنا بنحاول نشوف ال اللي موقف عند الليفل ده في اغلبها غدن ما بنشوفوش لو احنا في نفس الorganization وجزء النصوات ال ال اللي احنا بنحاول نشجعه و زي عالي او او ما فيش او او كان بقى عايز توصف الان بس هو ال الorganization واقف عند ال نتيجة الاكوليبري بين ال ننزل تحت نلاقي نتكلم عن الاريتود لو هو شخص او 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 فمود الحلو قوي اه احنا لازم نجيبه ده فيه software نزل اه طبعا لازم نشتريك ولا ده بيشتغل ولا ده بيشتغل او على الاقل في احسن الظروف يشتغل بس مش بنفس ال expectations اللي احنا متوقعنا versus يعني عارفين بناخد الدسجن ده بيزد على انه وفي الاخر بنوصل ال conceptual level اللي في ال meanings versus assumptions اي حاجة مش ده assumption ده انا بفترض بفترض ان الماركت ممتاز بفترض ان الماركت هواع بفترض ان الشركة دي احسن من بفترض ان الموظف ده احسن واحد لكن هو لازم يبقى consolidated meanings وكمة consolidated معانا هني فيه reference برجع للreference perceiving the big picture هو اللي بيديني internal motivation ده بيبقى connected بالfeelings feelings indicator بعد كده current reality والplanning ده concrete description بالcurrent reality وحنحطنا هنا تلاتة امثلة ايه اللي المفروض عمله assessment في current reality financial assets طبعا physical assets human assets والmarket والexternal forces وحاجة كتير بس احنا بنقول امثلة لكن هي مفيهاش values مفيهاش feelings عشان نطلع منها بassertiveness اللي هو بيدي authentic displayed character بعد كده الassertiveness بيجي من awareness بالcurrent reality والawareness بالstrategic direction بعد كده displayed character اللي هو عبارة عن personal construct quality لو displayed character يعني اغلبنا بيحط على displayed character شكل we think انه هيجيبلي احسن feedback من اللي حوالي it's more effective and more feasible ان انا احط within the character reflecting who I am values بتاعتي ايه رأيي ايه problems ايه المصاعب ايه لان هو هيجيبلي بعد كده the right people يعني حتى لو حدتنا امثلة بسيطة كده لو انا عملت نفسي شخص رياضي ما انا هجمع الناس الرياضيين حوالي لو اعملت نفسي شخص بتاع business بقى وبتكلم business strategic thinking ومش عارف ايه هجمع الناس اللي بتتكلم كده حوالي if I'm not authentic I will lose them لان الكمن area مش تبقى موجودة ما فيش mutual value exchange على الbehavioral level engaging the right people هو اللي بيخلينا نحقق results relevant مش اي result بتبقى كويسة must be relevant للاستراتيجي بتاعتنا otherwise نحناش بنكبر او مش رايحين راح ينصصينا والdevelopment planned الحقيقة الresults اح دائما بنقول ان هي لازم تكون في الright direction ولازم تكون بتجيب R.O.I ولازم تكون النتائج دي انفعنا تتطور في المستقبل عشان تبقى بعد كده بيوديني على imagination and creativity imagination عشان احضر يبقى عندي فكرة او صورة واضحة عن future ب different scenarios وبسأل what if questions وباخد من الناس اراء و creative ideas is a need a need for what a need to create a solution طب ما هنا لو مش الowner بتاع الفيجن انا ما عنديش الneed to create a solution يعني لو انا CEO في شركة او مدير في فارع وحصل مشكلة انا مش الowner بتاع الفيجن دي ولا انا حطت الtarget ولا engaged اصلا بس هو مطلوب ان احنا نبقى creative اوكي احط creative ideas it's not relevant it's not working it's not real فهي authenticity مهمة بنيرجع بعد كده ده بيعمل updating لل big picture زي ما قولنا اكتر حاجة بنتكلم فيها في الموديل ده meaning يعني لما تقولي الماركت في مصر جايب منين بتاع الماركت في مصر اصلا الكلينت ده مفهومي ايه عن الكلينت ده وجايب منين اصلا الديسيجن ده مين الديسيجن ده فين الديسيجن نفسه طب معلش دكتور قبل يعني قبل ما يعني منموف عندي سؤال احنا احنا مش نستريند بدولة معينة بكالتشر معينة ولا بطبيعة اندوستري معينة صح لا خالص لان هو المشكلة التانية موجودة فيها ان هي ديزاين في كالتشر معينة على ناس معينة وما انا نقول ان الناس هصلا هم طب ما نبص حوالين هل في ستاشر لأ طبعا ده كل شخص لي مش عارفين يتعمل معا فالموديل ده بيدين لإيه الحاجات اللي المفروض تكون موجودة عندي عشان يبقى عندي او 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 اني ينفع ان انا ابنيها بشكل لكن ده الموجودة فيه ده هو يعني فعلا سواء من الشخص او من طب زي محاك تفضلت وقلت ده الشركة يعني بتاع الحراكيونية يعني هي لالفكرة يعبارة عن كم سؤال هم حوالي هم بالزبط ستة وترديم سؤال ستة وترديم سؤال طبعا مترجم بالعربي والانجلش بالعربي والانجلش وفي لغات تانية كتير سويدا لو عايزي او حلوة طيب السؤال احنا النهاردة التمانية اصبكتز الحاجة حاطتهم دول اللي بيغطوا اللي اربع لفلز اللي انت تكلم تعيب من شوية يعني مسلا لوانا ممكن يظهر لي ان موجودة في لان احنا عندنا خليني ابدع لك على حدة معينة هنا شايفة المصطرة اللي تحت اللي هي المصطرة اللي تحت دي اللي هي فيها من زيرو المتين في المية صح اه فاحنا عندنا اللي بتظهر من زيرو الخمسين في المية دي في معناها هنا محتاجينه على يعني 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 لما نقول مسلا ترجمة بالعربي عشان بس الناس اللي معنا تبقى فهمة طيب يعني هو باختصار معنى بس المعنى ده متوافق مع مبدأ فانا ماينفعش اقول مسلا ان اهم حاجة اخلي الناس كويسة او مبسوطة يعني ايه كلمة مبسوطة وايه المبدأ في مبسوطة المبدأ فين فين الميوتوال او فين البالانس او فين الميزان اللي هو بيحقق لي انه هو مبسوط بالإنكم ومنصوب بال ففين يوتيوال اللي جاي حالك لما تفضلت وقلت ان فيه مسلا ستاشر كاركتر ودي تورز ومشهورة وناس بتعملها زي والحاجات دي كلها معروفة يعني اه وكانت احتياجها في وقتها عملوها وقت الحرب العالمية التانية والستات وقصص كده طويلة قوي اه الحاجات دي يمكن كان عمرها مسلا اكتر من ستين سنة ومع ذلك لسه الناس النهاردة بتلجئ لها لانها ما لقتش حاجة او حصل لها ماركتنج معلش هو حتى لما بنناقش مع الشركات طب عملنا بها ايه الرد اللي هو معلش البلدي البسيط قوي في الدورج ما عملناش بها حاجة طب ليه ما عملناش بها حاجة لان انت بتوصفي البيهيفير بتاعي اولا هحط لك البيهيفير ودي اصلا قوي هقنعك ان انا لا ازاي زي ما بتعبرش عني خالص اي حاجة ثانيا اي مجر تحققي عالي بيعتبروه strength it is not a strength unless ان هي perfect كلمة strength معنى انها موجودة في الconceptual level فليها معنى بتجيب value قابد موجودة في الموريفيشنال level في فيل فاين using it موجودة على البيهيفير فبتستخدميها بشكل efficient وtechnically فبالstandards اللي المفروب تتعامل بيها على الperformance level ان فيه performance indicators بتقول ان الحتة دي انت شكرة فيها tools التانية بتتكلم في البيهيفير we are not our behavior totally ده هي الفكرة كلها الdevelopment مش كله بيبقى skills عايزين ندي ناس skills 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 كام مليار بتصرف على skills و return و investment شكله عامل ازاي ما يقولك اصلا الناس اللي احنا ديناهم التدريب ما بيجيبش معهم نتيجة وده asking the question ما فيش حتى وقت لا هو الناس ما بيجيبش نتيجة لانك بتtarget حاجة مش هيل تديني دو علاج لحاجة تانية هنا لما بنتكلم من 0 إلى 50% ده personal meaning من 50% لـ 80% دي الحاجات اللي هي منقول عليها training need analysis اللي هي الناس محتاجها كtraining skills عشان تظهر على behavioral level الميجرز اللي بتبقى من 80% إلى 120% بنكبرها strength core competency للشخص او للorganization الميجرز اللي هي من 120% إلى 150% دي بتبقى tricky شوية دي comfort zone فاحنا بنعملها بشكل efficient بشكل حلوة قوي بس مش effective ما بتجيبش نتائج بتكلم حلوة قوي بس وعندي communication skills كويسة قوي بس ما بتجيليش اي performance مالهاش اي impact او positive impact على performance بتاعي I cannot maintain او ما بحفظش على الناس اللي المفروض احفظ عليها الناس مبسوطة ان انا بتكلم معا كويس بس الناس الشطرة اللي لها potential بتمشي الله ازاي لان انا بعملها بشكل efficient بس مش effective دي comfort zone بحب ان انا بقى perceived كده احب الناس تعرف عني ان انا problem solving ممتاز decision maker بقى تعمل مع الناس كويس عندي creative thinking طب اي نتيجة ده مش فرق فالmeasures اللي من 120 ل150 دي efficient بس مش effective دي comfort zone يعني ايه يعني مجهود ضايع شكله حل مسلا بيجيبش نتائج الميجرز اللي من 150 لمتين جيبت تظهر في ال red area دي معناها انها اصبحت extreme focus لدرجة الضرر زي ال profile اللي عندنا ده imagination and creativity في ال red area معناها ان ال interest في current reality او حل مشاكل او تحقيق نتائج فعالية مش موجود هو نوع من انواع ان انا ال focus جاي ان شاء الله future هيجي احسن ما هو مش هيجي احسن future هو extension او امتداد للواقع الحالي فهو ما بيجيش بالصدفة بيجي من معرفة الواقع الحالي اللي جاي من history برضو او من تاريخ وبالتالي نقدر نبني طب future اعمله ازاي لان هي ما بتجيش كده وانا قاعد اقول انا احط النفس region كزا لان انا بعرف ال values اللي جاي من history بعرف current reality وقدر اشوف future ممكن اللي بعمل ازاي طب حالتك ده بيقيم من خرار ال 36 سؤال اللي الناس بتجاوب عليه بيقيم بشكل دقيق جدا وبيطلع بتاع كل organization بتاع كل شخص اه هو هم مش بيطلعوا بالشكل ده طبعا بس لانا ده ال profile summary لكن هو كل واحدة من اللي قدامنا بتبقى تحتيها 10 elements بيكونوها احنا بنقول حتى ال gaps موجودة فين فين ال grey areas اللي هو محتاجي يعرفها اعتقد انك هتورينا حاجة كده ماهر مش كده هتورينا example ممكن اشوف اه بتاعي كان في حد رفع ايده على فكرة كان في حد بيسأل ازاي بتمجر ال internal وال external motivation اه يعني هو ال questions very sophisticated اوية طريقة حتى ان احنا ال calculations بتاعتنا totally advanced عن التولز التانية اغلب التولز التانية يقول لك مثلا SOR رقم 1 و 15 و 16 و 23 و 24 دول يعبروا عن self-confidence it's easy to outsmart the questionnaire وما هوش بالشكل ده فاحنا بن differentiate طبعا between internal and external motivation ال private sessions اللي احنا بنعملها بعدها لو هي individual هي اللي بنتكلم فيها بالتفصيل بقى ازاي ان احنا اتكلمنا ان ده external والسؤال كده انا ربطت عليه ولا مش اوي هو يمكن لما توري طريقة بس انا عندي سؤال هو انا كشخص بجاود وانت بتديني profile وبعد كده بتقعد معي feedback session صح? نعم بالزبط كده بتجاوبي questionnaire وبعدين ببعتلك ال report وبعدين بتحدد وقت ال private session اللي هو من 80 ل120 فوق 120 يبقى بزيادة قوي ولا من 80 يبقى محتاج development من 80 ل120 ده strength ده اللي هو green zone نقطة قوة اللي هو green نعم نقطة قوة يعني ده السببب الاصلي ورا المستوى الاداء الازرق ده اللي هو من 120 ل150 ده الشكل اللي هو tricky شوية المخادع شوية اللي هو شكله فأنا مسك الكتاب وبحاول أذاكر أيوه بس ما بيجيبش نتيجة ومسك شكله حلو وببزل مجهود وبشتغل بالlab top يعني أحدث تكنولوجيا معايا هو ما فيش حاجات أحسن من كده هو ما بجيبش نتيج ليه لأنه comfort zone الأحمر ده extreme focus يعني بدأ يضر في حاجات جسيمة شوية جوية المؤسسة أو جوه الشخص آآ أحاول بيجي من أساسا كل الموظفين ولا كل المانجرز لا حسب بتاع أحنا بنختار معينة ونقول أن أحاول دي هتبقى مختلفة أزاي على أعرف أن عملت دي مع مختلفين بأشكال مختلفة وموديلز مختلفة وبزنس مختلفة بالزبط طب اي باب يعني مثلا لو فيها ألف موظف عدد مديرين وموظفين دي لها طبعا احنا مش هنخلي الألف يجاب لكن احنا نختار بطريقة معينة نحنا نضمن أن هي فعلا جت تعكس ثقافة البروفايل بيبقى شكلها كده زي ما قلنا ودي الصفحة الأولانية في الريبورت بيبقى فيها هي مش شارد هو لسا على البوربوينت مهم أوكي سوري شارد أوكي طيب ده شكل الصفحة الأولانية اللي هي البروفايل وفيها الخط الأحمر ده اللي بيبين البروفايل بتاع الشخص عامل ازاي والبلو أريا اللي هي بتبقين الكميونيكيشن بتاعه كتندنسي وككواليتي بعد كده بيبقى عندنا الديبلوكمينت مابينج هو السترينث اللي عنده متجمع فيه كل ما كنا قريبين من الجرين أريا يعني مثلا هنا عنده سبعين في المائة في الجرين أريا ده كويس سبعين في المائة دول سترينث لكن مثلا الديستريبيوشن بتاعها كبير قوي 30% في الجرين أريا و40% مش حقيقي شكله ظريف بس و10% مضرة و20% كل واحدة منهم بقى لما ننزل احنا بنقول برضو حتى ان الـ expected ان هو حق النتاج أعلى كم في المائة لو خدناها مثال احنا دايما بنقرأ الريبورت من تحت الفوق لأنهم مبنيين على بعض وزي ما يكون كده واخرين خط واحد بيوصل الأمور ببعضها فهتلاقي هنا المحطوطة كده العشرة دول هما اللي بيكونوا البيك بيكتر بيبدأوا بالأويرنس بالبرسونال فاليوز او البرسونال البرسيف دول الورك بليس الاهمية النسبية للمعاني او القيم اللي على اساسها باخد قرارات حقيقية بعين ناس وبرفد ناس وبصرف ميزانيات كبيرة عشان دي اهم مني دي بتبقى يعني مثلا توسع مثلا تحقيق ارباح مثلا بيينج نومبر وان في الماركت او الفرست موفر بعد كده او البرسونال او بعد كده البرفشنال او التكنيكال او البرسونال لو خدنا هما مسؤولين هما يحطوها لكن الاساسمينت بتبين الكلاريتي بتاعتها جو الورك ليس اللي بيخدوا على اساسها قرارات واضحة ولا مش واضحة المشن واضحة ولا مش واضحة هنا مثلا موجود في اليالو اريا يبقى الريسورس دي سواء او 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 ايا كان نوعها مش متقدرة مش متقدرة طب ما هي بتهضر ولو هي وحاسة انها مش مسقدرة بدار على مكان تاني التأدير فيه احسن اللون تير ميكينج هنا موجود في اللون الازرع فالشخص ده بيحب يباني انه هو بس هو مش ميكتب بالاستراتيجي ما بيوصلش للفيجن ما بيحطش في اعتبار والريسورس فعشان كده القرارات الجميلة او الاستراتيجية دي ما بتتطبقش بس هي ما بتبنش انها ما نفعتش غير بعد ما بنمش عليها سنة ونبزي المجهود ونحط التركيز كله عليها بس انها ما نفعتش طمه طول اي تقل ضيعنا كم اوبرتونيتي بقى في السنة دي والشكل الجميل اوي بتاع الديسجن ميكر اللي كان شكل واضح وقوي وهو مصرع القرار بتاعه لينما نفعش ده مثال مثلا بعدها internal motivation هو برضو elements بتكونه وبيبدأه من تحت الفوق tendency to add a unique value اي حد في الدنيا او اي كيان في الدنيا يعني لو انا وشريد بنفكر في نفس الموضوع حنفكر في طريقتين مختلفتين كلمة الطريقة مختلفة دي هو ده الطبيعي في الحياة unique thinking فطلعنا عندك unique way of thinking they are expected to add a unique value طب ليه احنا ما بنقدمش unique value ونبقى شطرين because we follow the trends بنمشي ورا the trends مشي ازاي بعد كده ده بيجيب sense of purpose بيجيب optimism optimism يعني تفاول وما بيجيش عالفاضي بيجي من لازم يبقى justified بvision واضحة والvision تبقى design ومبنية على history واضح وconnected بالmission اللي انا بعملها في current reality effort to performance energetic proactive proactive هنا blue area هو ظريف ان هو او بيحب يبقى ان هو proactive وبياخد initiative steps وخضارات استباقية مش effective ما بتجيبش نتائي طيب بيتوجيه energy towards performance 55% مبعفة ما فيش focus او لكن في كل ما هو اخضر عنده ده strength يعني هنا energetic ده نقطة طوة strength طب responding to others green strength طب emotional strength strength optimism strength sense of purpose strength فهي وقت impressive يا دكتور انه ما شاء الله يعني ب36 سؤال بتجاوب على اكتر من 80 حاجة يعني يعني لو قلتلك هي كمية ال calculations اللي موجودة ورا الاناليسيس ده عاملة ازاي it's impressive يعني هي فعلة مبهرة that's quite impressive يعني انك تقدر تخش بالlevel of details ده والfeedback ده 36 سؤال فذات amazing بصراحة الناس استعملوها في recruitment استعملوها في leadership development استعملوها في organizational culture analysis لانه هو من ضمن الحاجات اللي تقايت احنا بنصرف قد كده بس ما بيدي حصلش تغيير ايو لانك بتصرف على behavioral level skills مين اللي قال ان احنا بناخد skills فانطبقها it depends on how we feel and how we see things احنا شايفين ازاي وحاسين بايه طب احنا بنقابل احيانا organizations يقول انا عايز اساسا اللي ترسي بتوعي وفي ناس منهم حاسس انهم مش فتوا لازم يمشوا وفي ناس ممكن اطورهم وناس اجيبهم هل solution ده هيساعد في حاجة زي كده طبعا هيساعد في حاجة زي كده لانه هيبين لان اللي انا شايفه ان الشخص ده مش نافع انا شايف بس انا معرفش هو بيفكر ازاي ممكن اكون ظلم مش موضوع ظلم بقى هو الموضوع اكبر من كده بشوية احنا عندنا two cases كانوا بينتين الحقيقة وبيشتغلوا في شركة وانتنين sales زوعة معنى لهم الاساسمنت وانتنين ان دي لازم تمسك فيها وان دي يعني كوي ممكن تديها وحاجات زي كده انا بقى هي دي اصلا اللي ممتازة ده البيلر اللي الشركة كلها عايمة عليه والتانية دي يعني احنا مش عايفين صراحة هتكمل معنا ولا لأ يعني لو قلتلك انه within two years ان دي بتحقق حوالي ثلاث او اربع اضعاف التانية براجة ان هو بقى بيقول ازاي دي ما بتبانش دي كسولة لأ she is doing a lot of work قبل ما بتروح للكلينت لكن التانية بتبزي المجهود كبير او تروح للكلينت ده وترجع تدي feedback ورق لده وعمل تفولو up بالإيميل وهما فرحانين بيها تانية بتروح للكلينت اقل وبتحقق اربع اربع اضعاف اكتر وثلاث اضعاف اكتر يعني من ثلاث الاربع بس اللي بيحصل بقى في الحياة يعني خير اكمل المثال ده للاخر يعني لما هو عرض عليها ان هي بتبقى into او بتشوف opportunity تانية ف ال authentic behavior وال capacity السعة اللي انا بوجدها والسعة دي سعة للتفكير وسعة الاستيعاب الناس سعة الاستيعاب المشاكل سعة قدرة وسعة للتفكير في المستقبل وسعة للتخيل وسعة للتحقيق النتائج دكتور السؤال اللي الناس بتسأله ازاي ترمن الناس مش فاكينج الانسر احنا عندنا فلترز يعني في in some cases هما حكتين الحقيقة in some cases احنا نتبه من الناس تعيد تاني قوشنير لأنه it was not so consistent دي حاجة الحاجة التانية الناس والتي بتجاوب الاسئلة هي مش تبعارفة هي بتجاوب على ايه يعني ما هو الاسئلة كلها حلوة الاثنين و الاثنين زراف قوي يقولك أستنى عندي دي و دي ايوم انت لازم تختار يالدي فهو it's too difficult to outsmart دكتك و شنيرك قدي يعني مش عايز اقولي ان هي قدي احنا منتكلم على personal assessment فالموضوع بس اللي اقدر اقوله ان هي much more اعلى بكتير قوي من ال traditional assessment tools اللي الناس بتمثل فيها وبتعمل البيهيفير ما طبعا هو انت لو بتعمل البيهيفير والناس وقفوا حوايا او الاساسور وقفين بيسجلوا البيهيفير طب انت عندك كده كده حتة بيحصل فيها باخبطة الاولى ان انا همثل طبعا التانية اللي هو perception بتاع الاساسور هو ده هو شايف كده فهو لو قال ان انا مش معناها ان انا لو قال ان انا بموتيفيت الناس مش معناها ان انا بموتيفيت الناس ده هو معناها ان هو شايف كده لكن احنا هنا بنحاول بصراحة ان احنا نخرج برا الاناليس لأي حاجة فانت بتخش في العمق يعني اللي تحت المية في الايسبرج احنا نتكلم في ادراك اللي موجود بوضوح و اللي مش بوضوح نتكلم في موتيف الانترنال و الانترنال نتكلم في بيهيفير وبنرغض الكلام ده بالترفورمانس عامل ازاي اا كده الشكل احنا هم كلهم يبقى عبارة عن وانا احمر في يعني خاف منه بيقنع الناس بالغلط بس احتيق للناس بحاجات مش هتتعامل او مش موجودة. مش خاف منه ولا حاجة. ده مضرح. لان انا ممكن اقنع بحاجة ان هو يشتريها وكده. ولما يشتريها يرجعها وهدفعونا المشكلة دي. لو انا سي او ممكن اقنع الموظفين بمشكلة وهي مش موجودة اساسي. او اقنعهم بحاجة كويسة ومش هتخسر. طيب اه احنا برضو هل ده لازم تعمله ولا ممكن افراد هم يحبين يعملون نفسهم. لو بتعمله اهلا وسهلا لو اشخاصه كتير قوي بيعملوها اهلا وسهلا. طيب انا عارفة برضو نحرك عشان في الموضوع ده وانا يعني انا برضو عايزين نقول ان هو طبعا فيه بتختلف على حسب عدد الناس اللي هتعملو. بس احنا يعني انه يبقى فيه دسكاونت وبرومو كو لكل الكاسمار بتوعنا. طبيعي. احنا دكتور ياسر. حصل. حصل ما انت انت اصلا انت اخدي بالك انت عندك حكتين مهمين قوي. الاولى ان انت عارفة انك عزيزة عليها جدا 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 وعشة يعني طويلة جدا يجي تلتة شهر. عشان بس ايه ناس بتفهمش غلط مش عشرين سنة ولا حاجة. والحاجة التانية انه الحقيقة انا اتراست الكميونيتي بتاعتك. انت يهاب يرون كوميونيتي لانه وعلى مدار عشرين سنة من الشغل يعني على الاقل. انا شايف بعنايا في السوق اللي بيجرأ. وعارب كويس قوي اسم سيمبيوز عامل ازاي واسمك عامل ازاي. عشان كده احنا قررنا نعمل اكسترا افورتس مع حضرتك وبناء على طلبك يعني. اقول يعني ولا بلاش. ولا اتفضل يا فاند. هو بس احنا عايزين اللينك كمان. اللينك بتاعت الاساسمت لو حد عايزيه بعد ياريت تحطه في التشات. والبرومو كود برضو بتاعت الكاسمرز بتاعنا. ياريت. انا عاملين برومو كود لسيمبيوز والكميونيتي بتاعت سيمبيوز. عاملين 20% off the price لكل اللي هيجي من طرف سيمبيوز بالبرومو كود بتاع سيمبيوز للفترة اللي جاية دي. وانا بس عايزة نوه لحاجة مهمة قوي الحقيقة. يمكن ماهر يعني طبعا احنا دي اقصر اقصر بريزنتيشن في التاريخ شفتها. واحنا بنشتغل على الاساسمت. يعني احنا بناخد like 2 hours واغلبهم Q&A ورحين جايين ورحين جايين وإجزامبلز وكده بس I like this attitude يعني. الحقيقة انه استخدامات اللي انا هقول لأنا جربته بشكل عام يعني في الاساسمت. I trust انه اي حد اشتغل في قضية change. بشكل عام. على ال management level. على ال organization level. هيندهش من انه بيشوف قدام عينيه الاول مرة. road map. عن strength and weaknesses. ال enablers. resistors. الجوه ال organization. من غير اي subjectivity. يعني بشكل موضوعي جدا. وبارقام. وده مهم ك statistical view. اللي بنسميها panoramic view of the organization. وده مهم جدا جدا. لانه بيفتح الطريق لحاجات كثيرة اول. حاجات تانية. انه whatever is requested في قضية development. قضية recruitment. قضية promotion. قضية team dynamics. قضية competency framework. اللي انا عايز اعمل competency framework للorganization. او عايز ا بنشمارك الكمبتنس الحالية. بالواقع بتاعي. شكل عمل ازاي. انه انا حاجات بحقيقة وبصراحة يعني انا عمري مشتغلت بأسسمنت زمان لكن بعد ما بدأت اشتغل وطبق في الحالة العملية كانت بالنسبة لي نقلة كبيرة جدا فعشان كده انا اتكلمت مع حضرتك لو تفتكري وقلتلك اتن اوبن اي للا اي اوبنر يعني في الشغل بتاعنا وعلى الارض انا لمست ده في شغل الحمد لله يعني ام جلاد ان احنا عملنا ده النهارده وشرفنا طبعا ان احنا نقدر نتعاون مع بعض عشان نقدم للسوق ده او للكلاينز دول او للكميونيتي ده عشان نتعامل بشكل مختلف مع المتغيرات الكتير اللي بتحصل تحصل حاليا جوه العالم كله يعني طيب باسيك اللي احنا ايمان زمانتنا هتحط اللينك بتاعت اليوتيوب تشانيل بتاعت الويبينور احنا هنتبابلشت على اليوتيوب فعشان لو اي حد من اللي معانا حب ان هو يشيرت مع هزمانجمنت مع الـ HR مع هزكوليكس فهنحط لكم اليوتيوب تشانيل بليز سبسكرايب عشان تقدروا تكتو اكسس البرزنتيشنز هنبعت لكم كوبه منها وزي ما الدكتور قال هنحط برضو في الاتشات اللينك بتاعت لو حد انه هو يتو اكسبلور وكمان هنحط اللي هو الكود بتاعنا الكود بتاعنا اللي هو سينبيوس عشرين عشرين يا دكتور يس مظبوط كده يعني احنا هنحط لكم برضو ديسكاونت كود سينبيوس 2020 احنا انتريست طبعا ان احنا كل الناس استفيد من بعض والكولابوريشن وانا مقدانة ان الناس مش هتتطور الا بالكولابوريشن يعني الكولابوريشن دي حاجة مهمة قوي اوكي واحنا انتريست يعني ان كلنا ان شاء الله نقدر نتعاون مع بعض انا عارفة احنا اخدنا وقت قطر مستاعة بس بصراحة سو اكسسيطين for me it's amazing it's impressive ويحبين احنا باستطيع ان تتحدث عن الانتراضيشن 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 دايما الناس بتختافين اللي بيقولوا دايبقى سبجكتف ازاي تحاولوا الى حاجة اوبجكتف زي ما قولنا النهاردة بعد نيو نورمال احنا محتاجين الناس تفكر بشكل اجراسف اكتر تبقى مور اسرتف تبقى على حسب بقى الاتريبيوتس اللي انت عايزها في الورجنزيشن بتاعتك انت عايز ايه وعايز توصل ايه دي حاجة مهمة بنشكركم طبعا على your time ولو اي حد عنده questions احنا يعني basic اللي احنا رضينا على ال questions بتاعت الناس بس في حاجة دايما ماقول شهيرة يعني seeing is believing we have been seeing this and it's doing great job so i believed in it so basically انا حبيت اشارتها معاكم thank you شكرا والcommunity بتاعنا we will send to everyone we will publish it هنحط على linkedin وفعلا يعني we are so proud ان في حد قدر يوصل لهذا الليفل يعني لهذا الليفل من الدبس والknow how والeffort والمجود بحييكم بحييك دكتور ماهر بحييك دكتور متراوي شكرا يعني ربنا يديكو السحوي اويكو ان شاء الله more to come يعني more success شكرا شكرا جزيلا تحياتنا للجميع اهلا بكم اصبع على خير شكرا